اهلا وسهلا مطابعين العزاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم احباه في الله النهاردة هنتكلم عن اهم دلالات الفرج القريب في المنام يعني ايه فرج قريب الفرج القريب ده ربما رزق ربما خير قريب جاي للرأي ربما خروج من مشكلة او من ازمات كانت بتمر اه في حياتك ربما زوج قريب جدا باذن ربنا عز وجل لو شفت اي رؤية او اي حلم من دول تستبشر خير على طول وتعرف ان شاء الله في تغيير في حياتك للافضل وفي اه فترة مقبلة عليك بكل خير اهم شيء ان الرأي يقرب لربنا عز وجل قدر المستطاع بالدعاء وبالاستغفار والسلاة على النبي علشان ربنا يحقق له اي شيء هو بيتمنى اولاد دلالات اللي بتبشر الرأي بالفرج القريب وبتغيير حياته للافضل لما شوف الشخص ان فيه مية بتخرج من منزله ده بيشير للفرج القريب لصحة الحلم يعرف ان ان شاء الله فيه تغيير في حياته للافضل يعرف ان ان شاء الله فيه دنيا مقبلة عليك بكل خير اي شخص يشوف ان التلج بيدوف في المنام ده بيشير للفرج القريب الا يحظى الحلم في الفترة المقبلة ربما فيه مشاكل في حياته هتزول ربما الصعبات او عقبات كان بيمر بيها هتنتهي في الفترة المقبلة باذن ربنا عز وجل اي شخص يشوف في المنام ان هو بيحلق شعر جسده وخاصة بالنسبة للمرأة تستبشر خير على طوله تعرف ان ان شاء الله فيه انتهاء وخلفات في حياتها تعرف ان ان شاء الله فيه همومها تزول تعرف ان ان شاء الله فيه دنيا مقبلة عليها بكل خير ربما حمل ربما رزق قريب جدا بإذن الله يغير حياتها للافضل هي واسرتها ستار البيت بتتنزع يمكن ان تشير للفرج والخير القريب لما اي رأي يشوف في المنام ان هو بينزع ستار البيت يستبشر خير على طول يعرف ان ان شاء الله فيه خير وفيه رزق قريب جدا بإذن الله جايله في الفترة المقبلة بإذن ربنا عز وجل اي شخص يشوف في المنام الحدائق والمزرعات في الاحلام دي بتدل على الرزق بتدل على الفرج القريب بإذن ربنا عز وجل اللي هيغير حياته الرأي للأفضل بإذن الله اي شخص يشوف في المنام ان هو بيخسل سنانه وبنضافه من الجير ده ربما يدل على ان الحالم هيرزقه ربنا عز وجل بالفرج القريب والخير في حياته اي اذا كان شاب اعزب يعرف ان ان شاء الله فيه زواج قريب جدا في الفترة المقبلة اذا كانت بنت عزباء تعرف ان شاء الله فيه زواج من شخص مناسب لها تماما وان المشاكل اللي في حياتها تنتهي اذا كان شخص بيمر بأزمات في حياته او مشاكل متعلقة بعمل او بمشروع يعرف ان ان شاء الله الازمات دي هتنحل وفيه كل خير جايله في الفترة المقبلة اي شخص يشوف في المنام نفسه في المرآة ولكن بشرط المرآة دي خالية من اي اتربة او اوساخ وجانة المرآة صافية يستبشر خير على طول يعرف ان ان شاء الله فيه تغير في حياته للأفضل بإذن ربنا عز وجل من الرموز اللي بتدل على الفرج وعالرزق اللي هنا عم بها الحالم وهي رؤية الحالم للون الاخضر في المنام ورؤيته للدوق الشمس وطلوع الفجر ايضا رؤية الحالم ان هو بتطف حوالين الكعبة ده بيشير للفرج القريب وان ربنا عز وجل هرزقه بالخير في حياته في القريب العاجل اللبن والطمر ايضا من الدلات اللي بتدل على الفرج وبتدل على الرزق بتدل على الخير الكتير اللي جاي للرأي في الفترة المقبلة اي شخص يشوف في المنام ان هو بيختسل وبيصلي او ان الدود بيخرج من جسمه او انه شعره وبيتسقط ده بيبشر رأي بالخير وبالرزق الوفير اللي جاي له في الفترة المقبلة ربنا بشركم بكل خير احباب الله ما تنسوش اه تكتبونا احلامكم اسفل الفيديو اه علشان اه نفسرها لكم فاصر على وقت باذن الله اشتراككم في القناة يشرفنا ما تنسوش تشتركوا في القناة والفعال والجرس علشان قناتكم توصل لاجبر قدرونكم من الناس وللقاء في فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله